تحدث عن الحدث بتاع الأمس وتكريم المصشار محمود سيد لمسة الوفاة بقى بسرعة أستأذنك سبق لمسة الوفاة والتكريم إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي عن اعتماده لوسام تكريم كبير جداً واستثنائي يحمل قسم قلادة الأهل الزهبية قلادة الأهل الزهبية أعلنها مجلس الإدارة اعتمدها كنمط من أنماط التكريم الاستثنائي الكبير جداً وقال إنه اعتمد معايير يمنح في ضوءها مجلس الإدارة فقط من يراه أهلاً لهذا التكريم الاستثنائي ثم أتبعه بقرار منح قلادة الأهل الزهبية للمستشار محمود فاهمي المستشار محمود فاهمي من بداية التسعينات عرفنا عليه الكابتن صالح سيد أيو وفجئنا بشخصية مسمعناش عنه قبل كده إن الكابتن صالح يعني بيطلب من المجلس أن يرشح قال شوف أنتوا عايزين من بس أنه ليه واحدة عايزة رشحه وقال لنا اسم المستشار محمود فاهم أنا عصرت هذا الرجل عدواً بمجلس الإدارة وعصرته وأنا مسؤول ومدير النادي وشفته فيه وهو بيشتغل وشفته وقربت منه طبعاً في قضايا كثيرة للنادي الأهل بالمناسبة وكان مستشار جليل وكبير بمجلس الدولة ده نحاول لك بقى تاريخ القضائي لا تاريخ إيه فبدأ يحكي لنا فأكتشف أنه أحد زرافاء هذا العصر زرافاء طبعاً يتحدثون عن زرافاء هذا العصر فتيجي سيرت فكرة أبوازة تيجي سيرت أحمد رجب رحمة الله عليهم لكن اللي من الناس ما تعرفوش أنه في الزرافاء العصر اللي في النادي الأهلي على فكرة منهم صالح سئل إيه محدش يعرف ديه أحد زرافاء هذا العصر ما تاخد منه كلام فلسافي بسخرية زوايا عميقة جداً ومنهم الرائع المتحدث الذي لا تمل من سماعة وهو يحكي قصص حقيقية حدثت له وحدثت للأهلي وحدثت في مجال عمله وانت بتون مكانته هذا الرجل كلفه كلفه في بداية أواخر الستينات أو في الستينات إنه يعمل الدستور بتاع اليمن اليمن آه وصافر وحكالنا بقى القصة دي وكيف أنه يعني إيه المواقف الطريفة اللي حصلت له كان عايز يرجع ومعرفش يرجع غير لما يخلص أما تسمع منه القصص بسرد رائع جداً وجميل جداً ما كان وقيمة وقامة وأحد خبراء التحكيم آه الدولي والقانوني هو رئيس اللجنة القانونية ولكن منذ آه تعيينه في مجلس الإدارة من واحد وتسعين واستمرار حتى آه واحد وتسعين اتنين وتسعين وانت طالع حتى آه 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 يعني المجالس اللي جات بعد كده لكن مستمر في عطائك رئيس اللجنة آه القانونية والرجل الذي تلجأ عليه في حدوث أي أزمة وإذا كان لهذا الرجل إنجاز في النادي الأهلي وحيد أنه يعمل أو يشترك أو يشرك أو يعني يكون مسؤول عن خروج آه النظام الأساسي للنادي الأهلي بهذه الكيفية حوار مجتمع على أعلى مستوى مراجعة قانونية حرصة فيها أن تكون الكلمة العليا للجمعية العمومية دور الجمعية العمومية وعضاء النادي الأهلي حاجة تفخر بيها هو الدستور بتاع النادي الأهلي عندما fianحена تفخر بيها هل أنت فيittورة أن تغير tonight